في كل الأحوال مش هنقدر نخيب. هاي اللي حزينة علينا كلنا. طبعا كلنا زعلانين. جمهور كرة زعلان. كلنا كلنا زعلان. كل جمال الكرة المصرية زعلانة. حلم كان قريب قوي بتكسب مباراة الزهاب. مباراة العودة بنصمد فيها بشكل كبير جدا. وفي آخر لقطة زي بالضبط كاسبها من الأفريقية بتخسر الحلم. حي. يعني مبدئيا كرة. هي كرة كده في العالم كله. وإحنا نفسنا مرنا بالتجرب دي كتير سواء بفرحة لما بتكسب بطولة أو بحزن لما تخسر بطولة. وزي ما أنت قلت أنا أخذ من كلامك. لازم الشعب كله يعرف إن إحنا كلنا خسرنا. فإوعت لهم لعيب. أنت لازم تكون متأكد مليون في المئة أنه هو نايم النهاردة واحدة من أسوأ أيامه. خلينا نتفق على كده. مهما كان اللعيب ده مثلا طلع على أوروبا. لكن تأكد أنه هو حزين أكتر منه. لأن ده شغله. محدش بيحب يفشل في شغله. دي نجومية. ده هيلعب كاس عالم. ده سعره هيغلى. يعني هو أكتر واحد حريص. وخسران. وخسران وحريص على إنه كان يكسر. لكن أنا تعلمت دايما في شغلي كده. إيه اللي إحنا نستفيده؟ أيوه. هي دي النقطة. يعني هنيجي في الحديث من وجهة نظري. في حاجات كتير. نحتاجين حاجات كتير جدا 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 جدا. أنا دايما دايما من أصحاب المدارس اللي هي فكرة أبص النص كباية المليانة. ومهدمش. ومهدم. وفي نفس الوقت أحاول أصلح حتى لو خطوات بطيئة. حتى لو هزيد كل شوية خطوة. بس اسمها هزيد. بس هزيد. آه مش هنقص. وده اللي إحنا عايزين نعمله في القرى المصرية. وده اللي هنتكلم في كتير عليه نهار. ترجمة نانسي قنقرنة